والنادي الأهلي الجلس الفني للنادي الأهلي بينظم هو ولعبي الفريق غدا حفل للمهاجم الفرنسي الفرنسي أنا بفكر لك اللي هو فرنس عشان تنسيت الفرنسي أنتوني مودست خلاص عاعده خلص مع النادي الأهلي وهيرحل رسميا خلال ساعات بكرة هيعملوله حفل تكريم تكريم للراجل على وجوده في النادي الأهلي مش هادر أقوله على ما قدمه مع النادي الأهلي التكريم على وجوده في النادي الأهلي وبص عشان أنا أقولك رائع في كصة مودست دي وأنا قلتها كذا مرة بس هقرره تاني وهو ماشي أنا لو النادي الأهلي وكان مودست قدامي وكان آخر أوبشن خلاص ما عنديش غيره أنا جايب العيب من دورتموند بيلعب في الدول الألماني في رقيته بتنفس في الدول الألماني عنده 35 سنة هتقولي ده سن كبير هقولك ده مسن كبير على العيبة لسه مكملة في أوروبا وبيلعبه حد 40 سنة هتقولي مش كريستان نارضو المودست يستان نارضو حلقة خاصة 40 سنة أقولك في لعيبة كتير وصلت 40 سنة في أوروبا وقدروا يقدوا وانت جايب دوري أقل من الدور الألماني المنافسة فيه سهلة فخمس تسيط سنة دي في العادي للأهلي كان عامله مع اللاعب الياه سنة مقبولة بس الراجل بصراحة جه هوى ما عامتش أحا خالص خالص الأهلي مستفدش منه إطلاقا فهي عاملة ترعت زي بطيقة خلق يعني أنا كنت فاكر إنها هتبقى حاجة عظيمة فبوزت فأنا مش قادر ألوم على مسؤولي النادي الأهلي مسؤولي التعقدات في النادي الأهلي الأمور الفناية في النادي الأهلي ليه؟ أنا جايب يا جماعة لأم البونز اللي يجا أنا جايب لأم من فرقة كابت نفس الأخي اللحظة في الدول الألماني بروس دورت فبس ما عملش حاجة ماشي مارس الكولر كمان بلغ إدارة النادي الأهلي إنه مش هيحسن موقف الكندوسي أحمد الكندوسي اللعب المعارق إلى السرامية الكلباطة إلا بنهاية الموسم هم مستعجلين بيقولوله قلنا هنرجع أحمد الكندوسي أو لأ عشان لو كده نبيعه ولا نعيره قال لهم أنا مش هحسن أمر الكندوسي إلا نهاية الموسم أشوف احتياجاتي أخلص احتياجاتي أشوف الأجانب اللي عندي كل التفاصيل دي ولو في مكان لأحمد الكندوسي ممكن يرجع لكن دلوقتي أنا مش هحسن أمر أحمد الكندوسي عشان ممكن أبقى محتاجه آخر الموسم كمان الأهلي بيستعد الإعلان عن تجديد عقد عمر السلية ومحمد هاني العباء الفريق خلال أيام الأهلي أتم اتفاقه مع محمد هاني على تجديد ثلاث مواسم واللعب هيحصل على راتب الفئة الأولى في النادي الأهلي ويتم الاتفاق على إبقاء نسبة المشاركة في العهد هو كان عايز نسبة المشاركة تتشاره والأهلي قال له لا لازت تبقى موجودة وهو وافق على هذا الأمر عمر السلية هيتم التجديد لي لمدة موسمين هيتم التفعيل الموسم التاني من التجديد اللي هو السنتين ده بالاتفاق بين الطرفين يعني هو موسم ولو الأهلي يحتاج اللاعب الموسم التاني هيكمل معاه طب اللاعب نفسه في الموسم التاني أنا مش عايز أكمل في النادي الأهلي من حقه برضو هو لازم رضى الطرفين لازم رضى الطرفين وفيه بند في التعاقد هيتيح للعب الاحتراف حال تلقيه عرض من أحد الدوريات العربية طيب ماذا عن موقف المصابين في النادي الأهلي في الوقت الحالي والنادي الأهلي في منافسة كبيرة على لقب الدوري تعالى أقول لك الموقف بالنسبة للعيب الأهلي مش معنا طيب هقول لك أنا أكرم توفيق هيقضع للفحص الطبي قبل مران الغد من أجل الاتمنان على كادمة الرجبة اللي اتعرض لها في مباراة فاركو الأخيرة وعلي معلول بدأ المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وطر أكيلس وإجراءه إجراءها خلال الفترة الماضية وبرستاو لسه بيعاني من إصابة بشد فيه أو بشد من الدرجة التانية في العضلة الخلفية وهيخود الفترة اللي جاء المرحلة التانية من برنامجه التأهيلي وعمر كمال بيعاني من إصابة بشد فيه العضلة الأممية ومنتظر مشاركته في التدريبات الجامعية خلال الأيام القليلة القادمة وممكن بكرة تلقوه في التدريبات كمان